اشتركوا في القناة 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 هو ده اللي ممكن إن شاء الله مع التوفيق طبعاً توفيق ربنا هو ده اللي حيوصلنا إن شاء الله نادل أهل المكسب يعني حركز مع حضرتك في الفقرة دي على اللاعبين تمام اللاعبين كيف تفكر يعني شو بير لو حيلعب مصطفى شو بير لو حيلعب حيفكر إزاي منعم ربيعة هاني كل اللاعبة عشان ما بقاش يعني بنقول تشكيل ولا حاجة لكن كل اللاعبين اللي موجودين حيفكر إزاي وهو نازل إزاي ما كنت حضرتك أيام واحد وثمانين لغاية سبعة طبيعة بتفكر طبعاً اللاعبة الخبرات المفروض بنتبقى أهدى شوية من اللاعبة اللي هي يمكن أول مرة تلعب أهل وزمالك زي مثلاً مصطفى شو بير أول مرة يهلعب أهل وزمالك بس لايب نهائي يعني نهائي لايب نهائي بس برضو دور الأبطال يعني أهل وزمالك والله وضع مختلف وضع مختلف تماماً زي بقولك لأن المباراة دي اللي بتعلم مع الناس اللي الناس بتفضل فكراها لو كنت كويس هيقوله كويس لو غلطت هيقوله غلط هيقوله غلط يعني هتفضل معلمة طبعاً معلمة جامد طبعاً في أي مع الجمهور لفترات طويلة كبيرة طبعاً اللاعبة الكبيرة هتبقى يعني الخبرات أهدى شوية وعشان كده دورهم مهمة أول في المباراة دي إنهم إزاي يحتوي اللاعبة اللي هي خبرات أهدى شوية وصغيرين اللي منهم هيلعب يعني ويحاولوا يعني يعني يفهمهم طبعاً ويكلموا معهم إن المباراة مهمة جداً جداً ممكن تفتح تاريخ بالنسبة لك مع الجمهور ومع الناس كلها اللاعبة لازم تفهمهم من المباراة دي اللي بتكسبها هو زي بابا كرر الأهدى أعصاباً اللي متماسك ووثق في نفسه طبعاً الثقة بالنفس ما توصلش الأبعد من كده هي ثقة بالنفس وثقة في أدائك وثقة في إن شاء الله المكسب بتوفيق ربنا فنتمنى إن شاء الله بإذننا الكولر طبعاً يحط التشكيل المناسب للمباراة دي وأنا متأكد إن أي حد دلوقتي وهو ميزة النادي الأهل دلوقتي إن الحقيقة كل اللاعبة مستوى واحد وأي حد دلوقتي بينزل بيقدي هو لي أنا حاسس يا كابتن أن هناك اتجاه ما عرفش صحة أو غلط حضرتك قولي أكيد بتفرج على كل برامج تقريباً وكل المحلين وكل حاجة لكن ليه أنا شايف إن في اتجاه أن هناك البعض بيحاول يعلي فرقة يعني زي مالك عن أهلي مثلاً مش عارف ليه أنا أقول لك بزي مالك كل ما هو ماشي ما جماعة ده بس أنا وجهة نظر إن الأهلي هو الأفضل بص إسلام بأمانة مشاكلة هل أنت شايف ده صح أنا ولا أنا يمكن متجني مثلاً؟ أنا شايف إننا النادي الأهلي أعلى في كل شيء أعلى في كل شيء لكن دائماً تقول لنا ماتشاة أعلى وزي مالك برضو ملهاش يعني أه أعلى واتعلى لكن ما تتمنهاش صحيح بس إحنا بنتكلم على المعطيات النادي الأهلي أعلى في كل حاجة أقدم في التاريخ أكثر شعبية سواء في مصر أو خارج مصر أكثر بطولات لعبة خبرات كبيرة لعبة تلتة ربعها منتخب مصر كلهم وصلوا لنهائي دولة الأبطال كتير خبرات كمان كبيرة بالضبط كده لأنها النادي الأهلي أحرز بطولات إفريقيا كتير جداً جداً طبعاً أكثر يمكن يعني نادي القرن وعميد القارة فيه البطولات والأهمة بطولة لعب كاس عالم للأندية مديالو للعبته اللي موجودة دي لعبة أكثر من مرة في كاس عالم للأندية فمديانة خبرات ولعب مبارة مصر في مبارات رسمية أكثر كمان فكل الكلام ده يعني كل الكلام ده بيدي للنادي الأهلي قوة وثقة بالنفس معهم مدرب بقى له فترة كبيرة معهم عارف كل اللعيبة مجهز الفريق كله الحقيقة كل اللعيبة إحنا دلوقتي لو جينا نحط التشكيل مش هنعرف نحط التشكيل لأن كل اللعيبة رجلها في الملعب إلا طبعاً إذا كان فيه إصابات ولا حاجة أنا بقول إنه يمكن فرقة النادي الأهلي يمكن فيها حوالي دلوقتي مثلاً تقدر تتوقع مثلاً فيه سبعة تمانية معروفين وأساسيين في الفرقة يمكن التغيير هيبقى في حدود الاتنين أو تلاتة اللي هو دايماً معودنا أنه هو يعني يغير في حدود الاتنين تلاتة يعني فمن هنا طبعاً شعبية النادي الأهلي كبيرة جداً جداً هتلاقي حماس جماهيري طبعاً هو اللي ستحبقى بالمنتصف نشر ونشر ونص التاريخ يا إسلام كمان في مبارات أهل وزمالك دايماً الأهلي بيبقى حتى لو المبارات اللي اتغلب فيها بيبقى أحسن وبيحاول لغة أخر لحظة وبيبقى يعني متسيد في كل حاجة ممكن بقى مفيش توفيف معها فبيتغلب فدايماً الأهلي يعني فنين أنا بشوفه أعلى بينزل المبارات اللي زي دي كله ثقة وحماس إنه هو يعني عايز يكسب فزي ما بقول المبارات دي لها طابع خاص والطابع الخاص اللي احنا بأنها فترة من أول ما تقرر إنها تتلعب في السعودية والشحن شغال والناس طبعاً على السوشيال ميديا بس أنا أتمنى لا وهي الترفيه كمان هناك عاملين شغل رائع أنا متأكد يعني زي ما كاس العالم الأندية تعامل هناك وشفنا تنظيم يعني هاي بالنسبة للكاس العالم الأندية أنا متأكد نهاي بقى تنظيم برضو غير عادي المكافآت العالية كمان المصريين كابتن وجودهم في الاستاذ بيودينا في حتة تانية طبعاً منهم في المية أنت يعني المبارات كاس مصر بين أهل وزمالك بناكها سعودية في الأجواء السعودية في التنظيم السعودي وزاد على كده كمان الأحداث والتسويق للمباراة والمكافآت الكبيرة كمان المرصودة للكسبان حتى الخسران حياخد فلوس كبيرة أحسن العيب برجل مباراة حيبقى برضو واخد مبلغ الجمهور نفسه التوقعات الناس اللي هتتوقع النتيجة برضو ثلاثيناء خفيفة دي بحزبتنا احنا رقم يعني محترم لا الحمد لله الدنيا تمام فكل ده طبعاً لازم يعلي الدنيا بس أنا أتمنى طبعاً في المقام الأول أن المباراة تطلع فنياً وأخلاقياً على مستوى الحدث الكبير ده الله يا كابتن كل النجوم سواء أهلي أو احنا خلينا نتكلم هنا كل النجوم اللي بيخشوا معنا واللي موجودين معنا دائماً بيتكلموا على هذه النقطة نحن هايزين يوم الجمعة إن شاء الله الأول لأن كل حاجة مهيئة لشكل مباراة رائع وبالتالي من الناحية الفنية يعني طبعاً وبالتالي الناحية السلوكية كلكو يا جماعة أصدقائكم بتلعبوا مع بعض فاحنا مش عايزين أي حاجة نخرج عن ناس لا وعايز أقول حاجة برضه منطقة الحماس منطقة قوة ولكن المباراة دي أول مباراة في العهد الجديد بعد المباراة طبعاً بتاعت زيارة كابتن خطيب مجلس إدارة بهنو مجلس الزمالك الجديد فدي برضه بداية كويسة لتهدئة الأجواء بين الأهل طبعاً والزمالك أنا كان نفسي بقى السوشيال ميديا كمان تبقى على المستوى ده بص يعني أعتقد أن السوشيال ميديا كل واحد بيادله بيدله كل واحد بيحب يحفل على الفريق التاني ده طبيعي بس اللي مش طبيعي إن بينا بقى مثلاً يطلع لعبة تتكلم المفروض إنها لعبة كورة يعني والله يا كابتن أنا نفسك في البداية بتكلم بقول هم أربعة خمسة يعني حضرتي بتتكلم على حد منهم طبعاً وأنا معروفياً هم أربعة خمسة طبعاً ما بيعملوش أي حاجة في حياته يعني عندما تكون خارج الدائرة وفي الضل أعتقد أن أنت يجب أن تفعل أي شيء عشان ترجع للدائرة تاني فهو أي حاجة بتقابد مش بالطريقة دي مش بالأسلوب ده يعني الناس اللي بتفهم أنا مش بدافع عنه طبعاً أنا أصدقلك طبعاً بس أنا بأكد الكلام ده إن أنا ما أعملش أي حاجة يعني أنا مثلاً ما بقاش عشان محتاج أسرق عشان مش عارف إيه أضرب عشان كذا لا بالعكس بالعكس الناس دلوقتي بتفرز الناس المحترمة اللي بتطلع حقيقة وهم اللي بيعلموا مع الجمهور ومع المشاهدين الناس اللي بتطلع تتكلم صح ده نادي كبير وصاحب بطولات وشعبية كبيرة طبعاً فمش أنا القطب الثاني في كرة القدم المسرية أنا مش هزود نفسي أو أخلي الجمهور إن أنا أطلع مثلاً أغلط في الطرف التاني استحالة لا يمكن فيه ثوابت وفيه حقايق وفيه حاجات والناس زي ما بقولك بتعرف الناس دي بتطلع تتكلم إزاي وقناة الأهلي عمرها في عز الأزمة وفي عز المشاكل اللي كانت موجودة وكان فيه خط معين هو خط النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي ودي مش شعارات رجعوا يا جماعة الحاجات دي يعني نعمة الفيديوهات وليوتيوب والحاجات دي مهم موجودة فكان يعني دي حاجة ودي حاجة فأنا عايز أقول إن إحنا لا يعني إحنا عايزين حتى الطرف التاني يلفظ الناس دي كمان يعني هو اللي يتكلم عليهم أو هو يعني يرفض القصة دي عشان إحنا لازم نساعد بعضنا عشان ده في الآخر بيقود على مصر بيقود على الأجواء المصرية والرياضة المصرية والدور المصري والكرة المصرية والكلام ده كله وخصوصا زي بقولك ان احنا رايحين نلعب في السعودية فدي مهمة جدا جدا يعني الالتزام انا متأكد ان كله هيبقى ملتزم سواء اهلي او زمالك هيبقوا ملتزمين في الملعب ناقص بقى اللي يدونا بقى صورة كويسة في الناحية الفنية بيوروا الناس بقى للكرة المصرية ويعني اذا ما كانش اهل وزمالك هيقدمه نموذج للكرة او الفن للكرة المصرية فدي مهمة جدا جدا ان شاء الله باذن الله المباراة تطلع على المستوى الفني والاخلاقي نموذج يعني من الناحية الفنية كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية طبعا نادي الاهل خلال فترة الفترة سؤال زغال برضو في ظل هذا الزخم الزخم ده هيفرق في الناحية الفنية بمعنى هل كل مدير فني حيكون له رؤية مختلفة اطلع يعني رؤية مختلفة عشان الدنيا والتشعر في ايه مسافرين وعملين وجمهور وكذا ولا كله مرتب نفسه انا شايف النادي الاهلي اتصرف بطبيعة جدا جدا مسافر قبل المطشب مسافر يوم الأربع والمطشب الجمع صحيح يعني المطشب بالنسبة له الترتيبات عادية لان السعودية مش زي مثلا البدل إفرقية اللي في اخر الدنيا عشان نسافر مثلا قبلها لا دهنا مسافر قبلها بيوم وطبعا المسافة قريبة والدنيا والأجواء زي بقولك النادي الاهلي لعب قبل كده في السعودية لسه يعني من فترة قريبة فطبيعي طبيعي بالنسبة له الطرف الثاني مسافر من بدري ده شأنه ده طبعا يعني هو كل واحد له مدرسة ولو تفكير معين اعتقد ان النادي الاهلي يمكن اكتر من النادي زمالك مر بأجواء صعبة كتير دي ممكن تدي له خبرات في مثلة هذه المباراة صحيح زي ما قلت ان هو مباراة بطابع خاص انما النادي الاهلي اكيد مركزين الراجل دارس طبعا النادي زمالك في المرحلة الاخيرة لان الزمالك في المرحلة الاخيرة غير الزمالك موسوريو هو الفترة الاخيرة طبعا ابتدى طبعا كيرفو في الطالع ومقدين مباراة كويسة والمكاسب طبعا تعرف المكسب بيجيب مكسب برضو تمام بس انا مصر هو فعلا كيرفو طالع عن ما قبل جميسة طبعا لا احنا طبعا دي مهمة جدا جدا ان هو مرحلة جديدة زي ما قلت انها استنفار قدرات وطموحات نتيجة طبعا للمدير الفني الجديد فهو احسن من سابق العهد دي طبعا هتدي له دفعة وعايز يكمل وعايز يبقى طبعا يكمل افريقيا ومكسب والنادي الاهلي ولقد در الله مكسبه على النادي الاهلي بتدي له دفعة كبيرة جدا في الفترة اللي جاي بقى ماشي يعني النادي الاهلي طبعا هو مباراة زمالك مباراة محلة مباراة كذا 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 هو الاهلي ماشي في طريقه بدخل كل مباراة مكسب مفيش مباراة بيزود شواء عشان دي مباراة مهمة او مباراة كذا لا النادي الاهلي بيبقى منازل عارف هو بيعمل ايه مرتب ترتيباته الراجل خواجه طبعا المهام بتاعت كل العيب على حسب طبعا رؤيته على حسب دراسته النادي الزمالك هو يحط طبعا تشكيله زي ما انا قلت طبعا النادي الاهلي انا شايف نفسيا اهدأ نفسيا اهدأ برغم الزخم اللي انت بتقول عليه بس هو اهدأ لانه خد تجارب كبيرة اوي ومعتركات كبيرة اوي يعني فهو كل كل اللي مطلوب من اللعيبة بس اللي هو التزام الهدوء نعم والحماس الزايد او المفرط نتيجة للجمهور وكده ما اصرش على الاداء يبقى اداء متناسب مع المباراة من البداية الحاجة اللي هتزود كمان يعني قدرات النادي الاهلي في المباراة دي انا اعتقد ان هي الاستحواز استحواز النادي الاهلي دايما بيربك بيربك حسابات ناد زمالك يعني خلال المباراة اللي فاتت اهلي وزمالك تحس ان النادي الاهلي اللي بستحوز بيعمل احباط النادي زمالك كبير اوي النادي الاهلي بياخد السقة وبيستحوز بكرة كتير بيقدر أساسا يوصل يعني بما أننا بنتكلم عن هذه المواجهة فهي مواجهة سويسرية بورتغالية على أراضي سعودية نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي كابتن حشيش دايما السؤال اللي بيسأله لي كثير من جمهور الندلاء ليقول لي ما هو احنا ممكن نحس أن لعبتنا قد تكون مرهقة بسبب توالي المباريات خلال الشهر ما بين طبعا البطولة الأفريقية واللعبة اللي بتلعب في المنتخبات تحديدا لأن لعبتنادي الأهلي هما الأكثر تواجدة مع المنتخبين ومشاركة في البطولات كلها أو مع المنتخب يعني إنما أنا أعتقد أن الفرصة في الفترة دي أن المباراة أسبوع كامل بين المباراة دي والمباراة دي أسبوع كامل فأعتقد أن هو يعني هيحصل استشفى كويس قوي قوي النادي الأهلي طبعا متعود على ضغط المباريات فالمرة دي لما يقعد أسبوع بين المباراة دي والمباراة دي هتدي له فرصة أن هو يعني يستعيد العافية بتاعته وهو كمان خلي بالك بدنيا معظم اللعبة في حالة كويسة اشتركوا في مباراة كتيرة بيشتركوا إفريقيا ومحليا وخدوا على الأجواء كمان الإفريقية والحر والملاعب وكده هما رحين لعبوا في جو تقريبا قريب من الجو في مصر والملاعب طبعا الممتازة فلا ما أعتقدش النادي الأهلي تأثر بالموضوع ده خالص أنا متأكد أن النادي الأهلي يعني إن شاء الله بكامل قوته وجهة نظرك الفنية في الاختلاف ما بين زمالك أسوريو وزمالك أسوريو معتمد طبعا معتمد جمال وجوميس يعني أنا شايف أن كانت يعني معظم اللعبة ما عندهاش الثقف نفسها خلال فترة بتاع أسوريو نتيجة للنتائج لأن النتائج هي اللي بتدي ثقة للعيبة في المكسب والأداء إنما الفترة أسوريو الحقيقة كانت النتائج مش كويسة وده أثر على معظم اللعبة كمان خلي بالك أنه فيه تدعيمات كتيرة في انتقالات الشتوية من نسبة النادي زمالك في لعبة جات جديدة برضو لسه متأقلمتش مع ناتز مالك يعني مدارب جديد ولعبة جديدة أكتر من اللعب موجود فده طبعا يعني أنا أعتقد أنه ممكن حيأثر في لعبة كانت بتلع في النادي الأهلي وراح يتنتز مالك فممكن ده بأسلح زوح الدين أنه ممكن أنت عارف دايماً اللعيب لما بيلعب ضد ندي القديم أين كان سابه إزاي يعني ناشدعه بالقصة دي فبيبقى متحمس زيادة على الزوء فالحمس ده ممكن يبقى أسلح زوح الدين ممكن يبقى يجابي أو سلبي على حسب بقى قدرة اللعيب يعني عايز بقى يظهر بأقصى حاجة عنده أو عايز يظهر بمستوى عالي فأعتقد أنه دي ممكن أنا أعتقد أنها تبقى بالسلب شوية على فريق نادي زمالك نعم النادي الأهلي زي بقولك متكامل سواء اللي موجودين اللي هيبقوا في الملعب أو الدكة أنا أعتقد أنها أقوى من دكة نادي زمالك نادي زمالك أنا في رأيي برضو عنده نقطة إيجابية ونقطة سلبية أو نقطة قوة ونقطة ضعف أنا شايف أنه عنده مشكلة في خط الدفاع عنده مشاكل في قلبي الدفاع بيحاول يعني يحلها والمسلوس يمكن يخشه جوه أو يلعب هو وحسن عبد المجيد يعني عندهم مشاكل في الحتة دي عنده خطة هجوم كويس بيوصلوا للمرمة عندهم مفاتيح لعب عندهم يعني مهارات في بعض اللعيبة بس أنا أعتقد النادي الأهلي ككرة جماعية أحسن من نادي زمالك أو الأخيرة يلعب كرة جماعية ما يعتمدش على فرض يعني مفاتيح النادي الأهلي مختلفة ومتعددة عنده طرفين عندهم السرعة والمهارة والقوة وهدفين رأس الحرب أين كان من اللي هيبها موجود عنده نص الملعب سواء نص الملعب المدافع إذا كان يلعب مروان عطية أو نص الملعب المهاجم زي إمام عشور حيبقى طبعا عنده من المهارات ومن الإمكانيات أسلوب النادي الأهلي في إحراز الأهداف مبقاش مرتبط بحاجة واحدة صحيح مبقاش مرتبط بالكور العرضية ولا عن طريق الاختراق من قلب الملعب أو الكور السابتة اللي بيجدها النادي الأهلي سواء من ناحية تعالي معلول بلعبها من ناحيتين أو الكور السابتة اللي من بره يعني عنده أكتر من سلاح يقدر يلعب بيه فزي أنا بقول لك حتى كمان أعتقد أنه فيه سبات في التشكيل للنادي الأهلي لو إحنا حطينا مثلا دلوقتي مثلا لو هنتكلم على اللعبة الموجودة هتلاقي تقريبا منهم حوالي سبعة بلعبها على طول أو الناس موجودين يعني لو هنتكلم مثلا على ومش فيه حاجة مستخبية طبعا كلها يعني الحاجات طبعا بين الكل طبعا مصطفى شبير بمجهوده الكبير خلال الفترة اللي فاتت أنه هو يثبت نفسه ولعب أكتر من مباراة ولعب زي ما بتقول النهائي ولعب مباراة الأخرانية ميديله دفعا أنه هو يعني ما شاء الله عنده مستوى ثابت وعالي ومصطفى عنده شخصية وعنده ضبط نفس وعنده حاجات كتير قوي طبعا المدافعين طبعا إذا كان علي معلول ولا محمد عبد المنعم ولا رمي ربيعة البكرايد طبعا هاني فبتتكلم على خط ثابت صحيح لعب ومعاضي كتير جدا جدا نص الملعب مروان هلعب طبعا كديفندر ثابت نمرة ستة الاتنين اللي قدامه أنا أعتقد في الماتش ده وأنا بتبرده توقعات مش معلومات خالص طبعا هي توقعات شخصية بضبط إمام عشور والسولية هيلعبوا في الحتة دي قدام بيرستاو وحسين الشحات رأس الحربة أنا أعرفش في مين اللي جاهز وسام حصيات الأصابة ولا كويس هايمان بكرا كل حاجة أو مودست يعني فزي أنا بقولك هتلاقي السبعة أساسيين موجودين يعني الناس اللي برا لا تقل إمكانيات عن اللعبة اللي في الملعب عندك كريم برا طبعا معرفش مين اللي ممكن هيقعد على الديكت الاحتياط إنما كل اللي موجودين أساسا الرجلهم في الملعب يعني الرجلهم في الملعب ويمكن المبارات اللي فاتت فيه من نفس منهم بدأت أساسية صحية فده بيدي أفضلية للنادي الأهلي ويفضل بيدي قوة للنادي الأهلي زي بقولك الفايصل في المبارات وبكررها هي ضبط النفس والهدوء والثقة في المكسب والعمل على كده إنك لازم تطلع بالمبارات دي أهلي وزمالك وكاس فكل ده لازم أبحثت في دماغي أنا كلعيب مع طبعا الكلام الكتير اللي ممكن يبقى ما بين اللعيبة وخصوصا الخطوط كل خط مع بعضه كبات الفرق الناس الكبار الناس اللي مرت بالظروف دي كتير لازم يتكلمه مع اللعيبة بحيث إن كل يبقى هادي مهيئ نفسه لإن شاء الله المكسب يعني حكم من البرازيل أندرسون دارونكو هتشوفت أحبقهم عادة خلي بالك شوفت الصورة عاملة إزاي لا ما شاء الله عالوا على الجيم كتير وبيضرب تابلتس كتير حكم يعني جبت كابتن ناصر قال لي ليس له تاريخ في كأس العالم ولكن في النهاية حكم من الحكام يعني اللي معروفين في أمريكا اللاتينية وبالتالي هل من الممكن هاوزام عادلاتكو شايفين كده حاجة يعني حاجة جمدة جملة باي و تراي باي و تراي و سيدر بص هذه الصورة ألعب بقى من اللي فات الزبط كده طيب فبالتالي كيف ترى قيادة هذا الحكم لهذه المباراة المهمة جدا مليون في المية طبعا هو جاي طبعا هو ما يعرفش طبعا أهلي ولا زمالك إنما طبعا كلموا على أهمية المباراة وإن دي كاس بلد مصر يتلعب في السعودية هشوف هو من أول ما حينزل طبعا الاهتمام بالمباراة صحيح فطبعا مباراة كبيرة هو يهم إنه يبقى على مستوى الحدث فأكيد برضو لازم يعني حيبقى طبعا نأمل إنه هو يكون طبعا على المستوى المطلوب وبعدين طبعا زي ما أنت قلت في البداية هو عنده كم كاميرات برا فالفار ما فيش حاجة في الفار 4 و 4 فيتلاقي كاميرا ببين شعر زبط يعني ما فيش حجة خالص في موضوع الفار صحيح ودي برضو بتسهل على الحكام إما يكون فيه فار وعلى مستوى عالي وهيجيب له كورة من جميع الزوايا فدي برضو هتساعده في القرار وهم يسمع طبعا الفار ومش عيب إن أنا نروح للفار وأشوف وأتأكد لأن دي مباراة فلازم أبقى قراري متأكد منه حتى لو خدت قرار لازم أتأكد إذا كان صح أو غلط فدي أعتقد هتديله يعني إن شاء الله بإذن الله ده يناسب هذه المباراة وأهمية هذه المباراة ليه من أمريكا اللاتينية يعني ليه ما روحتش لبرازيل سوريا ليه ما روحتش لأسبانيا ما رحتش لإنجلترا ما رحتش لإيطاليا ما رحتش لهولندا والله إحنا توقعنا أيرلندا المارتشينيا واحد من الحكام الكبار توقعنا أن يكون حاكم بلعف دوريات من الدوريات الكبيرة دي لأنه برضو المباراة مش 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 في الظبط مش وار ما جاش على تعبه يعني يجي لعب 95 دقيقة ويروح يعني ما تعرفش طبعا ظروف إحنا ما نعرفش طبعا ظروف الاختيار ده إيه إنما طبعا يعني نتمنى أكيد برضو هو أكيد يعني حكم كويس بدليل إنه طبعا ومفكره أنه يجيبه حكم زي ده فأكيد يعني إن شاء الله يطلع على المستوى المطلوب أبرز النقاط اللي لازم كولر ياخد باله منها في الموتش اللي جاي مباراة طبعا فينال بيبقى لها حسابات غير طبعا المباراة اللي هي دور أول ودور تاني صحية في الدوري عادي طبعا بيبقى لها حسابات أخرى دي مباراة بيبقى كمان مباراة أهل وزمالك بيبقى فيها تعويض يعني صعب والفريق اللي بيحرز هدف بيسبب مشاكل كبيرة جدا جدا للفرقة التانية بيبقى فيه نوع من الأحباط طبعا ويبقى فيه نوع من يعني برضو اللعيبة بتبقى ملخبطة أهل وزمالك ويجيب هدف بيدي سيقه أول للفرقة اللي بيجيب هدف الأول لأنها تمتلك المباراة وتأكد أو الدعم المكسب بتاعها فالحرص مطلوب جدا جدا لازم بيه توازن بين الدفاع والهجوم دي مهمة جدا جدا هيلعب ضاغط أو هيلعب كذا بسانة أتمنى برضو ده تمانيات مش يعني معلومات أو أي حاجة في موشات أهل وزمالك اللي بيضغط من البداية وبينازل بيخوف الفرقة التانية بقدراته وبيضغط عليها وبالذات النادي الأهلي بيضغط على نادي الزمالك أعتقد أن الأهلي بدنيا وفنيا والسرعات اللي عنده تؤهله أن يعمل الكلام ده يضغط على نادي الزمالك وزي يقولك أن نادي الزمالك عنده مشكلة في خط الضهر فالنادي الزمالك لو هيبتدي يلعب من تحت والنادي الأهلي ضغط عليه هيستغل الكلام ده فيه ممكن تحصل أخطاء ممكن يسجل منها في البداية هل كده من الممكن أن ترى الزمالك هو اللي واقف وبيعتمد على الهجمات المرتدة وارد أن الزمالك يعمل كده لأنه زي بقولك أنه مع ضغط النادي الأهلي من البداية إمكانيات لعبة الزمالك في خط الضهر مش من نوع اللي بتبني هجمة وصل لما يكون حد ضغط عليها هو النادي الأهلي هو بيلعب كده بس هل هيلعب كده مع النادي الأهلي ما هو أنت تلعب لما تلعب كده مع أي فرقة من الفرقة اللي في الكون فدرالية يعني أو في الدور المحلي تعدي تمشي معاك إنما النادي الأهلي صعب طيب رسالتك بقى كابت في النهاية لعبة النادي الأهلي زيانا بقول لك أهم والعبة تلتزمالك برقا طبعا طبعا الاتزام بالروح الرياضية ودي أهم حاجة عندي يعني المكسب والخسارة كل بيتكمل في هذا القمر سواء هنا أو هنا مكسب ورد والخسارة وردة لازم فيه يعني نشوف نموذج نموذج فعلا للتعامل بالزاد في الكورة المشتركة والاحتكاكات محدش ينساق ورا حاجة من الحاجات اللي ممكن حتى عصبيات يعني رفاست الملعب والحاجات دي بتعدي بتعدي لازم تعدي عشان كمان أنت تقدر تلعب لأن اللعب اللي بفقد عصابه في الملعب حتى وإن كان نجم كبير ما بيعرفش يلعب فالثقة في النفس والثقة في فرقتك وأدائك الجماعي والمكاسب بتاعتك وتفوقك على نادي الزمالك فحاجات كتير هو ده يبقى مفتاحك ليه إن شاء الله المكسب بتوفيق ربنا يا رب كل التوفيق لنادي الأهلي في مباراته القادمة أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا كابتان حجوش على وجودك وإن شاء الله أنا المرةدي إن شاء الله متفائل بمكسب ومكسب كويس إن شاء الله لنادي الأهلي يا رب إن شاء الله ربنا أكرمنا ويستطيع أن يفوز نادي الأهلي في هذه المباراة المهمة والصعبة وإن شاء الله اللي تبقى من الناحية الفنية على قد المستوى لكل الناس الحياة ومن الناحية السلوكية كمان تبع على المستوى اللي احنا كلنا بنأمله في هذه المباراة شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن محمد حشيش هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل الأساتذة الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد القوصي في ضيافة البيت كبير